عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعه الثامن اليوم بالقاهرة الذي استعرض مستجدات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة واستعرض رئيس البرلمان العربي عادل العصومي رئيس مجلس أمناء المرصد الحقائق التي يتناولها الرأي العام العربي والعالم أجمع بشأن التعامل المسيس مع قضايا العالم العربي كما تطرق لتبادل الخبرات والممارسات العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي واستنكر رئيس البرلمان العربي خلال الاجتماع انتهاكات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني مشددا على أن المرصد العربي لحقوق الإنسان لن يتهون في حق الشهداء والمطالبة بحقهم قصف من هذا المؤتمر هو إيصال المبادرات الإيجابية وتطور في ملف حقوق الإنسان في كافة الدول العربية وأننا يكون هناك صوت حقيقي ومعلومات حقيقية تصل لكل المأساسات حقوق الإنسان الدولية سواء الرسمية التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات المعترفة بها الفكرة هي أساسا أننا نحن نكون لدى المرصد العربي مبادرات تقرب وجهات النظر وتوصل للرسالة الواضحة والحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في كل دول العربية المرصد العربي لحقوق الإنسان هي آلية جديدة والعالم العربي يستحق هذه الآلية هي موجودة في أوروبا وفي أمريكا ولكن عالمنا العربي يفتقد وجود هذا المرصد والمرصد يسلط الضوء على مشاكل حقوق الإنسان كافة بما فيها حقوق الطفل والمرأة حقوق الشعوب في العالم العربي والإسلامي اليوم مناقشتنا إحنا راح تكون في كيفية التنصيق والتحرك لبناء الشركات مع المراكز حقيقية حقوق الإنسان في الدول العربي واللجان حقوق الإنسان الموجودة في البرلمانات العربية وكمان التنصيق لأهم حدث بالنسبة لأنه هو المؤتمر الأول للمرصد العربي لحقوق الإنسان اللي راح يكون على مستوى دولي وراح تندعي له المنظمات الدولية والمحلية اشتركوا في القناة